السلام عليكم مرحبا في قناتي على اليوتيوب غانو كويزي إن شاء الله تكونوا كامل بخير تما تشوفوا الفيديو تعلنها اليوم هذه غيبة على بالي عندنا بزف وما حطيناش وصفات في قناتي على اليوتيوب كنت نشارك معاكم كلا عادة وصفات في المواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك فيسبوك ومرة ما يكوينش الوقت باش نعود نحطهم ديراكتموا في اليوتيوب واليوم عاودت وليت لكم باش نحط لكم كامل وصفات بطريقة مفصلة اليوم جبت لكم زوج وصفات باش نعود نحطهم لكم هنا في قناتي على اليوتيوب درت لكم هادلة صالة تعالروز اللي بزف سهلاء في فضريفات قدروا تديروها اللعشاد وكتحضروها في دقيقة ما تدي لكم مش كامل الوقت وزيد سهلاء مهلا وتحضروها كامل في وقفة وبالنسبة لي غيسات اللي كامل كنت حضرتهم معاكم في انستغرام وفي تيك توك كامل نحن عاود نحطهم لكم بطريقة مفصلة هادس ما إن شاء الله نحطهم لكم كامل وبعد ما نكمل لكم هادا الوصفات تاع الروز راح نشارك معاكم هادا الوصفات تعمل كتشيك قلاسي ولا مشروب شوكولة البارد هادا بزاف بنيتك او تحضروه مع هدا الوقت لانا في هادس خانة كي عادة حاجة سهلة وبنيتك او تحضروها لولدكم ولا ليكم انتم وما ما عندها بارد مع هادس خانة لانا فيها اأه بليغ لاسا كم قتل لكم ميليك شيك قلاسي قبل أن نبدأ في الوصفات، لا تنسوا الاشتراك في القناة بتفعيل جرس في الحكوم أي جديد الحاجة الأولى التي نحضرها هي صلط الاروز كما قلت لكم هنا نبدأ بالروز لطيبة هنا قدرت كمية علماء، كمية مليحة علماء قدرت عليها كمية عزية حوالي زوج مغارف كبار ملحت المتاعي لكي لا يأتي الروز لطيبة ونأتي هنا زوج كيسان على الروز بعد ما بدأ يغلالي الماء حطيت فيها الروز التاعي كما قلت لكم استخدمت زوج كيسان على الروز أنا استخدمت الروز لنفور كما راكو تشوفو هاكذا نديرو من نوزوج كيسان حتى يوين الماء يغليمت ما ترموه شو هو الماء من زل ما غلاش كما راكو تشوفو بهالطريقة أنا استخدمت تلك الستاعي يحمل 250 مليلتر انتوما كيلو بوش حبيتو انتوما ودايما نديرو هديك الكمية عزية باش هذاك الروز ما يتلسقناش وما يتعجناش بعد ما نحق هنا دايما نحركوا الروز تاعكم كي يكوني طيب مرة على مرة بمغرفة كيسان على الحطب باش ما يتلسقناش في بعضو وخلو هي طيبة لانا تكون متوسطة حوالي 14 دقيقة وانتوما زيدو شوفو اسكر روز تحبوه طايب بزف ولا تحبوش طايب بزف الموهيم ما تخلوش حتووني تعجن كامل هنا روز تاعي بعد ما طاب شوفو صفيتو من هذا كل الماء وشللتو بالماء بارد صفيتو مليح من هذا كل الماء وشللتو بالماء بارد وهنا زمع بعد ما شللتو زيت خليتو يقطر مليح حتى ونشوف لي كامل حبات تاعي هنا اخطيتو في غي سيبيون جبت الخضرات تاعي لكونت فورتها من الأفضل تفورو الخضرات تاعك وما تغلوهاش باش تحافظ على الشكل التاحها وعلى اللون تاحها انا هنا درت شوية على الجلبانة شوية على البطاطا درت حوالي حبات على البطاطا ولا زوج حبات ودرت معهم ربعة حبات تاع الزرودية كونمت وسطين قطعتهم وفورتهم كامل على ضربة مع انتت فوروهم كامل على ضربة وطيبوه كامل كيف كيف هنا كمار كو تشوفو حطيتهم على الرسطاعي درت كمية تاع باتي فولاي هذا المقبل وزيت هنا كمية على الزيتون خضر مقطع وزيت هنا كمية تع الليست تقدرو ديروا لي Μالكوني شور متذا سمقت س kilomet الطابع وش تyorum تقدرو �يرا يعملون كم واي صحين ؟ محطر الخضرات تقدرو ديعو القرعات تقدرو ديرو كما قلت لكم وش يكون متوفر عندكم مش يشرط مع تلك كما انا تقدرو دير buyity ولاي الكاشير معنات وش يكون متوفر عندكم انتوما وليس لا يحب زرودية أو الجلبانة لا يدرها شيء غير ما يحبه وباتيفولا يطيقون بزفهيلة مع المايز هذه الحلاوات على المايز بزفهيلة كما رأيكم تشوفون هنا سنزيد لهم بطن تعطون الزيت الكبيرة من عندلي كامر هذه المتوسطة ليس كبيرة كامل وزيت الزيت تعطون مع راح نرمي هنا سنستخدمه في الفينيغات ودوك على حسب انتم ما تحبون إذا تحبون تديره به ولا لا فتحت البطن تعيين حيت منها كامل الزيت كي نستخدمه في الفينيغات هنا لا يحب يدير الزيت تعطون يرميه ويستخدمه بالزيت العادي عند الزيت العادي الذي نستخدمه في الماكلة كما رأيكم تشوفون هنا بعد ما نحيط لها الزيت التاحة نضع هذا في غيسي بيونكو صغير ولا كش كاس ولا كش طاس ونجي نفرغ الزيت تعيين نضعه فوق هذا الروز عفوا كما رأيكم تشوفون هذا بطنة وسطة وإذا قدرتوا كانوا عندكم بايت صغر ديروا حوالي زوج بايت صغر هنا هذا الزيت جبت وعصرت عليه نصحبات على القهارس أعصرها مليح بايت كوبرك يطح لكم هذا العظم على القهارس أعصرها كامل بشاطئنا هذه الحموضية الشابة في الفينيغات أنا لا أحب أن أكثر فيها كثيرا في الفينيغات حتى سوف نضع خادش رايحين فيها المايوناز هنا قدرت نصحبها على القهارس قدرت عليها حوالي مغرف كبيرة على الخل ونضع لها شوية تعفف الكحل وشوية على الملح برك نخلطوهم مليح بكشفر شي طاولة بكش مغرف حتى يتمسجوننا مليح ونضعهم فوق شلادة على الروس ونضع لها مغرف كبيرة ونزوج مغرف كبيرة على المايوناز على ما كثرت بكشفر المايوناز لنضعها كثيرا باستغير لونها أنا أحب سلطة التي نقدمها تقعدها بها ونضع لها كثيرا في المايوناز سوف تغم لها هذا الصفر الخضر سوف تغم لها ونأتيكم الشابة ما يريد أن تقدمها ما يريد أن يزيد المايوناز يزيد في التبسي المايوناز كما ترون في التزيين إختياري تزينو بلبيض بالزيتون الكحال الثلج المعدنس جلبانة معتوه شي يكون توفر عندكم زينوبة وهكذا تقدموها ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة النهار اليوم خفيفة ضريفة تعودوها وتبعتوه لي كم تطبيقاتكم على الانستغرام ودوك نروحوا الوصفة التانية وهي ميلك شيك غلاسي في كاسرونة وش فيها درت فيها لي تلاتة حليب هات الكمية تعليه تلاتة حليب تكفي حوالي سبعة أشخاص ستة أشخاص مع لي تلاتة الحليب كاس إلا ربعة السكر سكر العادي كريستاليزي ودرت معها كاس إلا ربعة الكاكا والبني من الأفضل تخيروا نوعية تكون ليحة من ريحة تحام عندها تبين بنينها كما قلت لكم شمو الكاكا وتاعكم قبل ما تشاروه مع انت لازم يكون اللون تاعه وشباب كما هذا وتكون الريحة تانيك هيلة كما قلت لكم درت منه كاس إلا ربعة ما تنسوش تغرب لهم ليحة وزيت معهم هنا زوج مغارف كبارة حليب بودرة حليب بودرة زوج مغارف كبار تقدروا ما تديروهم شب الصح وما يعطوكم بنا بزيف هيلة يعطي يزيد لنا واحد البنة شغلت على فاني هكذا بزيف هيلة مع ان ننصحكم انكم اديروه بحليب بودرة لكن اذا مش متوفر عندكم معادي نخلط كلش بارد في بارد حتى ونيتمسجولي كامل مكوينت مع انتها المكوينت كامل يدخلوا في بعضاهم ما يقعدوا ليش هكذا بودرة من الفوق خلطوا مليح وحركوا مليح بهال طريقة بعد ما خلطتهم مليح نرفضوا الكاسالونة التاعنا مع التحريكي المستمر اكيد لازم ديمان تقعدوا تحركوا ونحطوها فوق النار نحطوها فوق نار متوسطى قاعدواcience مب ostat هدوكن مريح���كم كيفاش النار تكون متوسطى نحطها فوق النار نحط يا نحرك فيها مع تحريكي المستمر حتى الما نحبس كي نشوف المازيج تاعي بدا يغلي دلكن مريحكم عليHey, بني خلواница المازيج بايش الحليب بتاعنا معنتها هذا المشروب يشدرنا مده طويلة في الفريجيدر. هاد المشروب تقدروا تستهلكوه في ربعة ايام. ما تقدر يشدلكو ربع ايام تلتي ايام في الفريجيدر ما تفوتوهمش. على بيها نغلو الحليب بتاعنا. كمارا كتشوفوا بعد ما غلالي نحيتو من فوق النار. ونضيلو زجم غارف تاع حليب بودرة. انا استخدمت هذا من عند ايديال نوتري شوكو. من عند ايديال هادي حليب بودرة اللي نضيروها اللي كننين نشربوها مع الحليب. نضير منها حوالي زجم غارف يكونوا كبار. راح تطينا بلنا بزاف هيلة تانيك للمشروب بتاعنا وبزيدنا نكات الشوكولة هاديك. هنا كمارا كتشوفوا بعد ما ندلول هازو جمغارف كبار تاع شوكولة بودرة على الحليب. نحركوهم بهات طريقة. كما قلت لكم راح تزيدنا بلنا بزاف هيلة للمشروب بتاعنا. وهكذا المشروب بتاعنا يكون وجد بركة راهو سخون اكيد لازم نضيروه يبرد ولا تقدروا ما نضيفوله قطعة على الشوكولة كي يكون سخون اللي حبي يضيفلو قطعة على الشوكولة متوفرة عندو ايضيفلو. بركة انا محبيتش يكون مزاف حلو. حبيتو هكذاك الحلاوة راح تكون معتاديلة. طبو تبعو بركة طريقة. ولي حبي نقص في السكر تقدروا تنقصوا كامل السكر تقدروا دير مص كاس ربع كاس على حساب وش انتم ما تفضلو. هنا منا الافضل تحتفظوا به في قرعة على السجاجة ندرتو هنا في قرعة على السجاجة تغطوها من الفوق باب هي فيلم ودخلوها تبرد مليح. لن يجب ان يبرد لكم مليح في الفريجيدر. انا احبيت نقدمه كما قلت لكم اشرب شوكولة بارد. هذه الكووس المتوفرين عند البيع و لوازم الحلوية في باكي فيها عشرين وحدة باللغطة تاحها باللغطة تاحها وتوب تاحها. تتباع نورمال مور عبعين الف. كما راكم تشوفو هنا يقدرت لها الكرامل الفليكوتي تقدروا تديروا شوكولة تغطيني تقدروا تقدموه في كاس نورمال تشربوه معنا عادي كما نشربو هذيك حليب بيقوندية شوكولة هنا كما راكم تشوفو تدخلي غلاسون خاطرها يتقدم بارد و يجب ان يكون بارد بزاف باش تقدروا تشربوه معنا يجي فيه الانتياجة ديكتاع البرودة. ومن الفقا ايضا احبيت ندكورها بلاشنطية اللي كنت طلعتها غير بالماء ونرشي عليها بارك شوية على الكاكاو معنا ما تكتروا بزاف. لاشنطيتان شوية على الكاكاو تغطوه وتقدموه بدك تشوف مع انتها حاجة بزاف هي لوراقية تقدروا تقدموها لولادكم كما قلت لكم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفة النهار اليوم. ما تستطيع شعودوهم وتبعتوا لي في الانستغرام ولا في الفيسبوك وفي وصفات اخرى ان شاء الله.